في كل يوم عصيب يمر به العراقيون لابد لهم أن يتذكروا كيف حولت أمريكا العراق إلى مرتع للميليشيات الإيرانية وأعطت الضوء الأخضر للطهران لتمرر مشارعها التخريبية في البلاد هذا ما تريد مجلة فورين بوليس الأمريكي الوصول إليه بحديثها عن الحالة العراقية الرثة في ظل تجذر نفوذ الميليشيات المدعومة إيرانيا تحت أنظار الإدارة الأمريكية وبضوء أخضر منها وخصوصا في عهد إدارة بايدن تقول المجلة الأمريكية إن الميليشيات ما زالت تلعب دورا مهما وأن حلفاء نظام طهران من الأحزاب في العراق باتت لهم اليد الطولة والديمقراطية الهشة في البلاد مهددة بشكل لم يسبق له مثيل وللمرة الأولى منذ عقد من الزمان أصبح العنف حتى بين الميليشيات أمرا محتملا حيث الإطار التنسيقي المدعوم من إيران فرض سيطرته على القضاء الفاسد وفق وصف المجلة لتغيير التشكيلات وتحريك التموضعات الحزبية وكل ذلك تم بتدبير من نور المالكي الذي اعتبرته فورين بوليسي عراب الطائفي الشرير والفاسد الكبير وتلاحظ فورين بوليسي أن الإدارة الأمريكية في عهد بايدن قللت من اهتمامها بالعراق إلى حد كبير مقابل تكثيف المسؤولين الإيرانيين ومنهم قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني زياراتهم إلى بغداد وخصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت تصاعد الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إيران باتت قلقة للغاية من تطورات هذا الصراع وتخشى من انفجار مسلح محتمل بين ميليشيات الأحزاب النافذة لذلك تبذل الجهود للحيلولة دون ذلك إذ أن العملية السياسية برمتها باتت عصب المشروع التخريبي الإيراني الذي وضعت أولى أساساته حكومة بولي بريمر الأمريكية اشتركوا في القناة